معكم محمد الحسيني رئيس الفرع الاقليمي للرابطة المغربية المواطنة وحقوق الانسان وعضو مكتب الوطني شكرا لجريدتين لاللكترونياتين جريدة صوت العدلة وجريدة معكم على حضورها وضغطيتها لهذا الحدث وهو رحيل حدث رحيل ساكمة زهنة الى وجهة مجهولة بعدها ان استنزفوا او تم استكمال واستنفاذ كل اشكال النضالية اللي قاموا بها حول انشاء ست وحدات لتربية الدواجين والديكرومي بدوارهم الذي يقتلونه كان اشكالية صراحة مطروحة منذ ثلاث سنوات وتنحمل في المسئولية كهي احقوقيا تنحمل في المسئولية للمجلس الجماعي لجماعة مقام الطلبة التابعة ترابيا لقيادة سيد عبد الرزاق دائرة في التعاملات الخميسات المجلس الجماعي او ما يسمى بالجماعة اللي تنبغي نأكد فيها على الموظفين اللي تحاملوا صراحة بمعية رئيس الجماعة على هاد روش هادو نصح التعبير هاد الناس اللي ما عارفين شو استغلوا السداجة واستغلوا آآ غياب المعلومة واستغلوا حتى الام وياد للبعض وما فتحوش واحد سيجيل دي التعرضات باش هاد الناس يشوفوش يقبلو لم يقبلوش وفعلا في ضرف شهر تم ترخيص له لان هو واحد مع التعرض دياله لان الناس ما عارفين شو ما تمش تعليق شية فيطة معينة ما تمش شي ملصق معين لتي تبت ان الناس رفتحوا لهم باب التعرضات باش يدليوا تعرضات ديالهم بساكن علاقة الفكر ديالهم احنا جينا لقينا الترخيص التعطاق احنا كهي احقوق يجينا من بعد ما تم ترخيص لهاد صاحب ضيعة اللي يعني المحل الاشكالية الان آآ منذ مدة وهد الناس يناضلون من اجل الحقوق ديالهم المشروعة والمتاحة ولكن مع كامل الاسف يعني تتم تغاضي على بزاف المسائل اللي هي مهمة كين اقصاء كين تهميش كين عدد من الاستهتارات اللي غير مقبولة ايداريا واجراءات مستارية عدة كانت فيها مشكلة لان هناك من قام باشياء غير مقبولة وتحاملوا على ديالناس وتحايلوا على القانون انا تحايلوا واحد ضيعة واحد شواهد ايدارية اللي هي قانونية في الاصل ديالها ولكن بنية على الباطل ميتونق بنية على الباطل لان هذه الناس فعلا ماشي هم اللي يرخصو وماشي هم اللي يوافقو لانا اه خاص موافقة جيرا وموافقة الجيران در الضيعة موافقة الجيران در الضيعة ما وافقوش واحتل الوافق قعدل ترجع بعدما عارفا الاشكالي اللي غتكون صحيان وجسمانيين حتى الفرشة المائية اللي غدتقاسوا كذا. على اين صاحب الضيعة من بعد ما استنزف اه كل الحيال. وهد الناس كانوا تينادلوا بشكل سلمي. كانوا جديين وصراحة كانوا الناس مزيانين لو ما ندروش. وضابط الامور ديلهم. دار دعوة استعجالية من اجل ادخال ما يجيبوا ادخالهم من السلاع وكذا. لان بحجة ان الناس تعتاردوا السابين تدروا العلقالاء لغا ذلك. فعلا قام بدعوة استعجالية قوبلت بالرفض. قالوا في هالجهات المعنية المسؤولة. القضاء يعني العادي. كيوجهوا المحكمة الادارية والتجارية. يعني عدم الاختصاص. باش يكمل الاجراءات الهاد اه الدعواء ويبشر توجه المحكمة الادارية والتجارية ما كملش. بقدرتي قادر الان تنسمعوه مؤاظر من طرف الضرك يعني بناء على واحد تعليمات دي النيابة العامة كله نتيقه في القضاء. النيابة العامة اعطيت تعليمات ديالها على اساس باش يدخلت السلاع دياله مع العلم ان الناس عندهم حكم استعجالي ربحينه ربحوه ربحين الباراء في عداد من القضايا ضدهم في العرقالاف ضرب الجرح وكذا واخد الباراء الاولى والتانية والتالتة ورابعة. ومع ذلك تسيد دخل تنقولولو الى دخلتيك بشكل او باخر احنا ما قلناش اه ما قلناش انا القضاء مكينش. اللي اعطاننا القضاء اغلب سوه. احنا كهي احقوقية اضطرنا هذه النسل. قلنا اليوم لا استضام لا مشاكل لا يديك لا يخلي. عندك حق تحتج عندك حق تناضل. انت واحد ما يقدر يحبسك على الاشكال نضالية ديالك. ديالك احتاح تاك الاشكال نضالية استنفذناها. احنا مقايناش باغي نقعش ايطار ومقايناش باغي نتشي حاجة كاها. احنا غلي يوصل الصوت ديالنا. واحنا معاهم هنا غا من اجر رفع ما يجبوا رفعوهم من التقارير لا اقل لا ولا اكتر. لان الناس استنفذوا جميع المراسلات درناليهم. بلنا مراسل الوزارات المعنية والوصية والمختصات. درنالجيات المعنية والمسؤولة المختصات من المراسلات. عداد من المراسلات عدة. حتى وكلت الحوض المائي جات وكانت في صفد الناس. حتى لونسا جات وكانت في صفد الناس. علاش من بعد واحد المحضر واحد البي في در. ليتي يفند فيه الكلام ديالي الناس من بعد ما خرج الماء فتقول الحفار دررمي لمخلفات. مخصصة لرمي المخلفات دل الدجاج. وخرج في يوم الماء. تيقول له له توقف هاد شي وتيقتار حواليه بدا الحفار. لحد الان بعد سنة من بعد هاد البي في ما بداش الحفار. حتى اعلم على انه وغد خرج عنده لجنا مختلطة بشكل مؤقت. لان غياب وكالة الحوض المائي هي المختصة. في هاد المستائل المائية والفرشة المائية. غياب ديالها ناضو اليوم عاد ناضو تيحفروا واحد الحفرة اللي يحتر معايا المطلوبة متتوفرش فيها. حضرت كامو متيل ساكينة. تكلمنا مع السيد القائد اللي هو تيتر أسد اللجنة المختلطة. كانت دارك البيئي. كانت لونسا. كانت ممثلة شركة. وكان آآ عبد ربي كان ممثلة الساكينة وكان ممثلة الرابطة المغربية الموطنة حق إنسان كهية عقوقية. وكان تقنيجة معها. انا مباشرة نتكلمت مع تقنيجة معها. قلت له الله يجدك بخير دفتر تحملات. من كاش جيتوا كالجنو ما جيتش معاكم دفتر تحملات. باش تشوفوا في هاد الناس كشركة واش حطال مات المعايير المطلوبة املا. تيقول لك لا انا ما يعني دلوا النا خاطرنا يعني دلوا هادش الناس اخرجوا لجنة قدم كوارا كده. الحفرات قيتها حفرات عادية جي سي بي جات حفرات. ولكن شكل يخصو يؤكد واش حفرات تعليق بالمعايير المطلوبة وممكن خرجوا بنتيجة إيجابية يكون في ذاك شي. هما الناس ديال وكانت تحوض المائي ديال فس اللي غادي يجيو بشكل رسمي. واللي غادي عدوا ما تسيدوش حقو عدوا حق يخدمو اللي ما عدوش حق. حتى الانصة الترخيص اللي تيت بجعوبة عندهم. عندهم ترخيص الانصة. تيقول لك هادا الترخيص ديال انتاج مع ضمان استمرارية الترخيص الاخرى. متنك? ترخيص ممكن تنتج ولكن مع ضمان استمرارية الترخيص الاداري. بمعنى استمرارية الترخيص الرخصة اللي عندك لهيه. دل ديالجماعة. هنا تنقولوا. الجماعة تكون صارحة وتكون واضحة لها. يا للسلطة المحلية اللي عندها حق التتبع. والمراقبة والمواكبة ديالجميع المشاريع اللي تدر. بشكل لنا او باخر. لا المواكبة درت ولا التتبع درت. در ولا المراقبة درت. الان مطالب مطالب المجلس الجماعي او جماعة مقام طلبة انك تحط ترخيص للسيد. لان ما يترتب عليه من مضراء. اذا شيء خطير جدا. نحن هادو تنتعاملو ده برا نفوس هدي رابشر. نفوس بشرية دي مش نفوس يعني حيوانية. راب نفوس بشرية كينضيق في التنفوس كين نسلي فيها دأسل. كين نسلي فيها الدقة كين اللي عنده امراض مزمينة مرض القلب الى غير ذلك. فكيفة اليوم هاد جيت حط عليه واحد واحد تقل. فانتني لا يحمدو عقباء في المستقبل. واش? الا اذا كان ان هادو الناس ما عندهم تشي وضعية ولا هادو الناس ما عندهم تشي الاعتبار. خصوة براعية الوضعية الاعتبارية الخاصة والخصوصية المحلية دليلت الساكنة. لان المحالات والسكن قريب على بعد ميات. كين اللي عنده سبعين مترو على دي الكوريان. فكيفة شغلت جينتا? وتحط واحد المسروع اللي فيه ضرر اصلا. واللي تتضرب النول اللي على مسافة بعيدة. وتجي تحط واحد المسروع اللي احدى. اللي تتواجد احدا الكتافة سكانية كتيرة. دي الدري صغار ودي الناس والبهائم اللي غير ذلك. زائد مؤسسة. زيد مؤسسة معنية. زيد مؤسسة معنية دات قرفت اللي مدات حتى يقرب للكوري. فكيفة شيقرر واد الاساتي دا? وكيفة زائد هاد الناس مكرفسين. ارى ما عندهم شطريق? الطريق كانوا تيد لاردلو على الطريق تقول لو داباتي ناردلو على الخنس. ما عندهم شزاو ما عندهم شناس. رأى ابسط شروط المطلوبة. رأى ما عندهم شو. وما في اللاحة صغار. اكي اللي عندهم اخد دام دل الارض غير جديوه فيه. المرأة مسكين اغي ولادها اللي شرولها خمسمائة متر. مجاورة لهاد الكوريات. رأى في الاجتماع الرسمي للدار مع الاجهزة اه والاجهزة الامنية وكده. هاد الناس قالوا السيد مين مين صافي زيار زيار يجي يشري منا. شو بحالنا نخويه. ما غاي شريك. ما غاي خلينا الملتاحين. بغاي خدم صحاب. الراحيل ثم الراحيل. رأى ما راح للان انت تتشوف. القوة الامنية اللي نزلة الان على اساس الناس ما يرحلوش. حتى لو ما رحلوش جماعاتنا غير رحلو فورادها. ما يجيش الان يقول لنا اننا نغرج عقل. انا ما تنحردهمش. لاننا نولد اختهم. اطار هي او الصفة الحقوقية انا نولد بنتهم. ما يمكنش نتحاملوا على دلناس تنعية ولكن ما نجيش. نضرهم ما نضرهمش وما يمكنش نشوف هذا السيق دل الضرر. لا احتى الحمد لله الاجهزة الامنية الناس اللي اللي وصيين قال اضرهم الخاطر. الناس بزاو ضرهم الخاطر ولكن هناك اجدهاد شخصي دل واحد الجهاز معين دل ما بغا ولكن في الاخر لا يصح ولا صحيح. السلام عليكم وحمد الله وبركاته.